الآن موعدنا مشاهدين مع موجزة لأهم وآخر الأنباء موجزة الثامنة صباحا مع هالة الحملاوي اتفضل ايه هالة؟ شكرا محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخاميسة بتوقيت جرانتش موجزة الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم هنالرئيس عبدالفتاح السيسي أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توجه الرئيس السيسي بالتهنئة لأحمد الجندي الحائز على الميداليا الذهبية في لعبة الخميس الحديث وسار سمير الحائز على الميداليا الفضية في لعبة رفع الأثقال ومحمد السيد الحائز على الميداليا البرونزية في لعبة سلاح السيف مؤكدا أنهم رفعوا اسم مصر عاليا وأضاف الرئيس السيسي أن هذا الإنجاز الجديد يضاف لإنجازات هذا الجيل ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر للوطن الغالي وصل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي إلى كيجالي للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي وذكرت وزارة الخارجية أن عبد العاطي سيعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين في مراسم التنصيب كما سيلتقي وزير الخارجية مع أبناء الجالية المصرية في رواندا وسيشارك في مائدة مستديرة مع أبرز رجال الأعمال الروانديين وممثل القطاع الخاص الرواندي قال من دوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يبقى صامتا وهو يشاهد شعبا بأسره يدمر بينما ينتظر الحماية التي تحق له وأكد منصور ضرورة محاسبة إسرائيل على جميع جرائمها ضد الإنسانية التي ارتكبتها في إبادة الشعب الفلسطيني وعلى مدى سنوات الاحتلال غير القانوني قال المنصق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند إن المدنيين في غزة لا يزالون يقاسون يوميا من ويلات الحرب وسط الرعب والنزوح والمعاناة ودع المسؤول الأممي لضرورة وقف إطلاق النار مؤكدا التزام الأمم المتحدة بمساندة كافة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي لأول مرة بشن القوات الأوكرانية عملية في منطقة كورسك الروسية وقال زيلانسكي في خطابه المسائي إنه ناقش العملية مع قائد الجيش الأوكراني مشيرا إلى أن هذا يتزامن مع معارك تخوضها قوات بلاده على الجبهة الشرقية وأكد زيلانسكي أن أوكرانيا تثبت قدرتها على ممارسة الضغط اللازمي على روسيا قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو إن روسيا شنت هجوماً جوياً على المدينة وذكر رئيس البلدية أن وحدات الدفاع الجوي تتصدى للهجوم وفي حالة التأهب من الغارات الجوية المستمرة ومن جانبه أكد سلاح الجو الأوكراني أن المدينة والمنطقة المحيطة بها وشرق أوكرانيا بأكمله في حالة تأهب من الغارات الجوية وسط احتمال تعرض البلاد لهجمات بصواريخ باليستية انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل